كيف استطاع النادي الأهلي وبيتسو موسماني أن يفوز على المدير الفني لنادي الهلال السعودي ليوناردو وإيه اللي عمله بيتسو موسماني علشان يقدر يغير من استراتيجية النادي الأهلي في هذه المباراة طبعاً زي ما قلنا كابتن إسلام بيتسو موسماني بدأ المباراة احنا كنا تكلمنا في المشكلة بتاعت النادي الأهلي في مباراة بالميروس كانت في التحولات الهجومية كان عندنا فيها مشكلة لما كان بلعب حسين الشحات و أفشا آه طبعاً اثنين نجوم كبار بس قلنا أن أفشا مش لعيب خط وحسين الشحات كان عنده يعني ما كانش موفق في المباراة دي وقلنا ساعتها النطاهر لما توظفه كجناح هيديك حتة السرعات التحول من الدفاع للهجوم وكذلك أحمد عبدالقادر بتسمو سيجمان يا جماعة فاجئنا النهاردة بعملية الضغط العالي بطريقة أربعة تلاتة تلاتة بص كم واحدة كابتن إسلام ضغطين على لعابة الهلال واحد من الاتنين اللي في النص دول أليو ديانج وعمر السلية أليو ديانج وعمر السلية زقين لقدام طاهر على اليمين عبدالقادر على الشمال وقدام محمد شريف كهة مهاجم وهمي والعملية الناس كلها ضغطة ومين اللي بيغطيهم وراء حمدي فاتحي حمدي فاتحي هنا الطريقة تحولت لأربعة تلاتة اتنين واحد اللي هي أربعة واحد أربعة واحد اللي هو وجود حمدي فاتحي كارتكاز طاهر محمد طاهر وعلى الشمال عبدالقادر برضو ده توضيح تاني لعملية الضغط كم واحد فيه التلت الأخير بنسميه التلت الأخير من ملعب القصر كم واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ده الاسلوب الضغط العالي هو ايه ده كل ده نتيجة كانت سفر سفر طب انت ايه السبب في الطارد ايه السبب في الهدف المبكر ايه السبب في الشخصية هو اسلوب بيت سموسيماني في الضغط العالي المبكر زي ما احنا شايفين عمل ضغط ممتاز غلط لعدة الهلال السعودي وادى الى احراز هدف وفي نفس الوقت ادى الى ايه الى وجود الضغط عالي وادى الى وجود اخطاء من عندهم طيب تعالى نتفرج على الدور اللي عمله حمدي فاتحي عشان يغطي الناس دي زي ما قلت الحاج بص طريقة اللعبة الجديدة اللي طبعه النهاردة بيت سموسيماني هي اربعة تلاتة تلاتة ادي السلية على الشمال ادي ديانج من وراهم حمدي فاتحي ما كانش بيلعب تالت كفلات تلاتة فلات ورا لا هو حمدي فاتحي كان زي اللي قدام عشان لما تضغط يبقى فيه واحد ورا بيعملك عملية التغطية وبيغطي وبيعملك الاسكرينينج من ورا ادي السلية ادي ديانج ادي حمدي فاتحي المسلس رأس المسلس من ورا حمدي فاتحي وقعدته الاثنين السلية وقاليو ديانج كذلك طبعا علي معلول قد المباراة كبيرة جدا قدام احمد عبدالقادر جابهة احمد عبدالقادر وعلي معلول عملة جابهة قوية جدا احنا ممكن يعني ندلل كمان بالارقام على دور حمدي فاتحي في المباراة ان ازاي يعني هو كان محور كبير جدا في اداء النادي الاهلي النهاردة بنتكلم انه عامل تقريبا حوالي 108 تمريرة صحيحة من 117 تمريرة اعتبر اكتر واحد يعني عمل بوستنج داخل الملعب استقبل الكرة من 101 مرة بشكل سليم مفيش فيها ولا غلطة في استقباله للكرة وطريقة استخلاص الكرة او استعاد الكرة من المنافسين من المنافس عفوا النادي الهلال 15 مرة بشكل متنوع وهنا دي الخريطة الحرارية للباسنج بتاع حمدي فاتحي بس اجابة الاسلام ايش اغبطة دي كل حتة في الملعب حمدي فاتحي كم بسات رهيب جدا وكله بشكل سليم في كل اتجاهات الملعب ايه هذا اللاعب محوري جدا وبيتطور مباراة عن اخرى وهو لعب جوكر اي مدير فني بيتمنى وجود لعب مثل حمدي فاتحي معاه في التشكيلة اكتر لعب قطع قراط وعمل فوق الميت تنبيرة تعالى اللاعب التاني اللي هو النهاردة كان برضو يعني يعتبر جندي مجهول وكلمة السر برضو واحد من الاسرار في السيطرة على وسط الملعب عمر السلية عمر السلية واحد من اللاعبة الممتازة جدا احنا كنا منحظر من خطورة كينو بس طلع عندنا اللحفة من كينو عمر السلية للأمانة كنو كنو السلية طبعا بيدرت لقدام وزاي ما احنا شايفين هو بيكمل كبوكس طبوكس وبييرحل لقدام وبيعمل عملية الزيادة زي ما احنا شايفين دايما بيبقا ضغط هي و Legal Young الاتنين له قدام وبيعمل دايما التمريرات الطولية تعالى دي المساحة طبعا بيعمل هو دايما التمريرات الطولية زي ما احنا شايفين وليه مهم جدا هو و Disability Young في عملية الضغط والماضي نحل له قدام فيه اسلوب الضغط العالي. نكمل دي برضو تمريرة سحرية من السلية لعبة المعلول. كانت تلاعب معلول اللي بدأها. بعد كده عبدالقادر رقص ولعبة للسلية. السلية كملها ولعب ليه معلول. هو الانفراض اللي ضع فيه دقيقة 25 بتمريرة سحرية من عمر السلية. تعالوا نتفرج على الهدف ودور عمر السلية. هنا برضو فيه دور مهم جدا. وهي الضربات السابتة. واضح جدا تأثير. النهاردة جايبين 4 أهداف منهم 3 ضربات سابتة. يبقى تحسب لبيتسو موسماني أن انت بتضرب اللعيبة على الضربات السابتة في التمرين. هذه ضربة سابتة. هذه علي معلول للشحات. وعلى فكرة وقف هنا ثانية واحدة. يا كابتن إسلام الجن الأول والجن بتاعه اللي هو هاني اللي هو ياسر إبراهيم تبعها. نفس اللعبة لو خدتوا بالكم. الضربة الركنية بتتلعب على مرتين. وفيه واحد بيبقى واقف بره بيستلم الكورة. ده تاكتك مدرب. تاكتك ضربات ركنية محفظ اللعبة كده. إن أنا هخلي زي ما احنا شايفين. واحد بيقرب وواحد وقف على الدايرة من بره عشان يشوت. شوت أو يعمل بينية حسب. شايتها من إمتى من 30 متر. بس تحديدا يشوت. لأن هاني بيشوت من ناحية اليمين مميز والسلية بيشوت من ناحية الشمال. فواضح إن هي متحفظة. بعد المباريات ديانج اللي كان بيشوت كمان. فحتى الجون اللي كنا جبناه في ماتش الزمالك ماتش الخامسة بتاع الزمالك اللي هو الجون بتاع آليو ديانج كان من جون من ضربة ركنية من نفس الفكرة. فواضح إن فيه تاكتك ضربات ركنية من بيت سمو سيماني محفظ اللعبة بشكل كويس جدا على الضربات الركنية. طبعا التوفيق يعني هنا بنتكلم دايما التوفيق إن الحاجات اللعبة بتتمرن عليها. لما بتتنفذ بتظهر كل العمل لأن بعض المؤتمرات الصحفية في بعض الزملاء طبعا الصحفين دايما بيكلموا يقولوا. الأهلي ما بيستغلش الرقالات السبتة أو ما بيستغلش الرقالات الركنية بشكل أمسل. نهارده إحنا بنشوف في مباراة الدوري وشوفنا في أكثر مباراة نفس الأسلوب ده الأهلي بيلعب به أكثر من مرة. ولكن هنا هو ده تطبيق عملي إن إزاي الأهلي بيستغل الدربات السبتة في هدف عمر السلية. ممكن كمان نخش على الهدف الثاني لأنه من ضربة. قبل ما نروح للهدف الثاني خيروح لأرقام عمر السلية الأول. مهمة جداً أرقام عمر السلية أرقام عمر السلية عمل أرقام ممتازة جداً النهاردة عمل 12 تمرير طولي. زي ما احنا شايفين الأرقام على الشاشة لمس القورة 104. رقم كبير جداً 104. دكة التمريرات 88% 87% 88% من 10. التقلونج بس بتاعه كان بقى 12 منهم 7 صحب. دي ميزة عمر السلية. المحاولات كمان بيكمل جوة الـ 18 عنده الرؤية وعنده التكملة. عمل 3 محاولات منهم واحدة صحة سجل منها هدف. فاز بالتحامات أرضية 5 من 8. الالتحامات الهوائية 2 من 2. يعني في الالتحامات كان النهاردة حاضر كنا قلقانين إنه يكون مش حاضر بدنياً. لا النهاردة كان حاضر بشكل كويس جداً. حتى على دور الدفاعي شتت الكرة 3 مرات على مستوى التاكلينج الصحيح 3 مرات. إذن قدم مساندة هجومية كويسة ودور دفاعي ممتاز جداً. الخريطة الحرية بتاعة عمر السلية بسم الله ما شاء الله. حاجة ممتازة جداً تقريباً اتحرك في كل مكان الملعب. بس لو خدنا بالنا من الحمار. الحمار ده أكتر مكان العلامة الحمرة. أكتر مكان بيتحرك فيه اللاعب. لو خدت بالك هتلاقي إن الحمار قدام دايماً ليه؟ ده دور الضغط العالي. مرة في الثالث الأخير من ملعب الخصم. يعني ممكن نستكمل كلامنا عن السلية زي ما أحمد بيقولي. ممكن الهدف الثالث بتاع أحمد عبدالقادر. وإزاي النهاردة؟ بصد هنا عمر السلية. دي اللعبة بتاعته حتى لو تفكر في ماتش غينيا بيساو. مصر وغينيا بيساو الجون الهدف اللي جاء محمد صلاح. كان يقدر برضو كان عنده فرصة أنه ممكن يمررها. شابيه منها صح بابو عليك. كان يقدر برضو ماتش غينيا بيساو. يمررها لللاعب اللي بيجري من الجانب الأيمن. لكن هو عنده نظرة وعين تالتة بيقدر يشوف بيها اللعيبة المتخدمة من ناحية الشمال. وكمان بيلعبها لهم في المكان السريع. بص لعبها لعلي معلول في المكان اللي هو وصل له. بالزبط هو علي معلول طبعاً كالعادة بيسندها لعبدالقادر. هنا بقى المهارة بتاعت أحمد عبدالقادر. إزاي رقص عدة والتوفيق. هنا طالما اللعيب بيجتهد. فالتوفيق لما بيلازمه اللعيب الكرة خبطت في المدافع ورجعت له وحطها بكل سلاسة. لأن الكرة ملعوبة والكرة فيها تاكت الجميل. وفيها عمر السلية شايف الملعب وعلي معلول منطلق. ولعيب بيرقص جواهة 18 فيها كل الجماليات بتاعت الكرة. فكان لازم تخلص بهدف. وده من الحاجات الجميلة. وأعتقد أحمد معه أرقام لأحمد عبدالقادر أنه كان عامل جبهة يسرى مع علي معلول. مميزة جدا. وهي من الأسباب اللي نجحت فكرة أن النادي الأهلي بيلعب 4-3-3. اللي في بعض الأوقات كانت الناس بتتخوف. لأن دايما 4-3-3 تحتاج الأطراف. معالي الشهور النهار؟ النهاردة لنادي الأهلي أرقام عبدالقادر. طب نقولها الأول قبل ما أسأل السؤال. أحمد عبدالقادر لعب 87 دقيقة. أحرز هدف. عمل محاولة. كم مراوغة نجحة بقى؟ خمسة من ستة. هنا بيقدم لك الحل الفاردي في الواحد على واحد. حتى للتحامات الأرضية 9 من 18 رقم كواس جدا. دكت التمريرات 89%. بس أنا عايز أتكلم على أحمد عبدالقادر في نقطة مهمة جدا يا كابتن إسلام. النهاردة أنا وجهة نظري أن أحمد عبدالقادر يستحق يروح منتخب مصر من وجهة نظري. أفضل جناح أيصر حاليا حتى من قبل كسل أمان. أنا أقول لك إن شاء الله أحمد عبدالقادر. ممكن تلاقي ياسر إبراهيم. ممكن تلاقي محمد هاني. التلاتة دول حيكون لهم دور كبير جدا. ولو أفشح حيرجع. بس أحمد عبدالقادر ولا عمر مرموش؟ عمر مرموش لعيب كويس ومقدم شكل كويس. بس أنا شايف أن أحمد عبدالقادر في الفترة الحالية من وجهة نظري أفضل من عمر مرموش كأداء. آه عمر مرموش طبعا لعيب مهم. بالمناسبة أنا أتمنى له شفاء مرموش أعلى نادي شتوتجرد مبارح إنه عنده كورونا. بس عبدالقادر ماشي بشكل كويس قوي. وأعتقد إن إحنا كان ناقصنا في المنتخب. كنت تحس إن إنت بتهاجم ناحية صلاح أكتر. الناحية الثانية كان فيها عجز شوية. أخبر مرموش قاعد ثلاث مطشاط ما بيقدش بالشكل كويس. بص بص أحمد عبدالقادر في الواحد على واحد بيعدي. ولعيب عنده ثقة وبيروح وبيجيب جوان. يعني مش مجرد بيرقص بس أو لعيف فردي لأ. وكمان الدور الدفاع بتاعه هايل. بص في الواحد على واحد بيعدي. بص التمرير اللي حيلعبها دي. ضرب الأربع مدافعين بتمريرة. طبعا محمد شريف مسته في التحرك بين الخطوط. وقصر مسيط التسلل بزكاء جدا. بيحطها ليه محمد شريف. الكرة دي ما كانش فيها انذار. ما نعرفش برضو محمد شريف خد انذار. ليه بس الحمد لله. يعني الحكم كنا متخوفين منه. ولكن الأمور مشت بشكل مميز. ممكن نيجي للهدف الثاني. عشان ببعننا بنتكلم كلنا عن الكرات السابتة. وهنا قدي تكتيك هو الكرات السابتة. ترجع لورا. محمد هاني هنا المساحة عنده فاضي خالص. كنا تكلمنا أنا وحمد سابت قبل كده. عن تمركزات لعبة نادي الهلال. في المواقف اللي زيدي بتبقى دايما عندها مشكلة. فهنا محمد هاني. يعني يسدد الكرة على مسافة 23 متر. بسرعة بقوة عالية. ومحمد هاني عامل في البطولة دي. تقريبا تلات تزديدات. التلاتة على المرمى بشكل صحيح منهم هدف. هنا بقى الكرة. الحارس محمد العويس اللي هو البديل. ما قدرش يتعامل معها. هنا بقى اللي بنتكلم برضو عليه فكرة ضغط العبوس. فيه اتنين لعيبة رايحين للكرة التانية. الساكن بول. ودي من الحاجات المهمة. واللي قلنا عليها ان دايما النادي الأهلي في المباراة دي. لازم يكون بيركز جامع جدا في الساكن بول. هدف تاني سريعا اتنين لعيبة محمد شريف وحمدي فتحي بيروحوا على الكرة وبتنزل ليسر إبراهيم بعد كده آية ثلاثة هوم. عفوا دي التمركزات لعبة الهلال والتزديدة. محمد هاني بيشوت الكرة هنا هو حمدي فتحي ومحمد شريف رايحين على المدافع على مدافع واحد بعد ما خد الكرة بتروح ليسر إبراهيم اللي كان متمركز بشكل جيد. ودي أصلا من الألعاب المميزة جدا ليسر إبراهيم وتمركزه دايما في المنطقة دي بيسام ان هو بيجيب هداف لانه بيعمل تيك اوف عالي ومميز جدا ومن غير فاولات في المنطقة دي. يعني دي المنطقة اللي تحسب له كمدافع وهو جايب هدفين في البطولة. وأعتقد أن هو لوكاكو هم مفروض يكونوا هدفين البطولة بس ما عرفش هما في الآخر حساموها المين بما أننا كنا في الطريق جايهين يعني. نروح بقى للهدف. الهدف ده برضو نفسك. النجوم هذا الجيل والجيل الأجيال السابقة نجمة كبير كابتل وليد سليمان لازم ياخد حقه معانا الحقيقة لأنه النهاردة كابتل وليد سليمان أعلن اعتزاله رسميا نهاية هذا الموسم. فناخد اللقطة دي أو الهدف ده وبعد كده نتكلم عن كابتل وليد سليمان. الهدف الثاني برضو كان نفس فكرة الضربة الركنية اللي هو اتنين من الجمعين واحد على حدود منطقة الجزاء. الهدف الأول بقى تحليله تعالى نتفرج برضو على ياسر إبراهيم. ياسر إبراهيم اللي برضو مميز أن أنت بتلعب على ياسر إبراهيم المميز بحتة طبعا عرضية سحرية والفاول كان اللي جايب وحمد عبدالقادر. ياسر إبراهيم المميز جدا قلنا دايما أن المساحات اللي هو وراء الباكليفت نفس الكلام برضو ياسر الشهراني. فأنت عندك ياسر إبراهيم اللي سجل في سانداونز اللي أنقذنا برضو في مباراة سانداونز برأسية ملعبهم والمريخ السوداني. في ياسر إبراهيم لعيد دايما بيسجل فيه المباراة الكبيرة خاصة وده المدافع الهداف يعني سلاح مهم جدا ان انت بتستغله في الضربات السابتة لسه كنا بنتكلم على لعبة الضربة الركنية اللي بيعملها مسيماني عملها في هدفين كذلك انت جاي بجون ضربة سابتة واحد كمان من ضربة سابتة اوه ودي جون الضربة الركنية اللي هي اتنين راحين وبيلعب على حدود منطقة الجزاء اذا انت عندك مدرب ممتاز من اربع اهداف جاي بثلاث اهداف من ضربات سابتة وتاكتك ضربات سابتة وكذلك استغلت الضغط العالي استغلت النهاردة عدلت التحولات الهجومية اللي كانت مشكلة في مباراة بالميرس قديت بشخصية كويسة فبصراحة بيتسو مسيماني انا من وجهة نظر النهاردة ان هو رجل المباراة اي حد بيصح على الاخطاء بتاعته طبيعي جدا لازم يحصل على الاشهادة وطبيعي ان هو لازم يشوف نتائج في نهاية واخصى ان الاخطاء كمان كانت في مباراة مباراة كبيرة مباراة بالميرس هي مباراة مع منافس قوي هننتكلمش على كاتجوري اقل مننا كنادي اهلي او في افريقيا لا ده ناس بطل امريكا الجنوبية وعنده محترفين كبار ولعيبة كبيرة واكيد بيقافي رهبة غير كمان الجمهور اللي كان موجود ببرازيل كان كبير فاكيد كل دي كانت عوامل وفي الاخر النادي الاهلي ختم بشكل جيد وكان شكل مميز فالحمد الله فبنهاردة بنشكر اللعيبة وبنشكر الجهاز الفني وبنشكر الجمهور وكل الناس اللي ساهمت ان النادي الاهلي نهاردة حقق واحدة من اكبر النتائج في كاس العام الأندية